بالنسبة لمعظم الناس ليست الجسور أكثر من مجرد هيكل مملة لكن ماذا لو أخبرتك أن هناك بعض الجسور المحفوفة بالمخاطر الموجودة في الواقع وبينما كنت تعتقد أنك آمن فإن حتى شيئاً بسيطاً مثل الجسر يمكن أن يهدد حياتك ولذلك في فيديو اليوم سوف نلقي نظرة عن بعض أكثر الجسور التي قد تكون محفوفة بالمخاطر حول العالم وبعض الجسور مرعبة لدرجة أنه يجب أن تتحلى بالشجاعة الكافية لعبورهم وإذا كنت لا تخشى المرتفعات فدعنا نرى ذلك معاً جبل هواشان جسر بلانك يعد جسر بلانك الواقع في جبال هواشان الشائر في الصين قل من جسر وأكثر من فخ مواقة للوفاة تم صنع هذا المعبر الصغير بشكل مطلق فقط للأشخاص الذين يتمتعون بالشجاعة العالية وقد تم صنعه فقط من بعض الألوحي الخشبية المتصلة بجانب الجبل الشاهقة في عام 2014 كان مسافر متجاول في طريقه يعبر جسر الألوحي على ارتفاع سبعة ولف قادم فوق سطح الأرض ثم بدأ في تصوير نفسه بعصص الفي ولحسن الحظ بالنسبة لنا قام بتسجيل الفيديو بالكامل رؤية مدى خطورة الجسر وحتى بدون جسر اللوحي المواقة يعتبر جبل هواشان أخطر جبل في العالم ومعظم الناس الذين يقررون تجربة الماشي على جسر اللوحي المواقة يكون أمامهم خيارين إما العودة إلى الوراء وتحمل المخاطر للاستمتاع بإطلالة الرائعة جسر تريفت يمكن أن تكون جبال مشهدا جميلا من مسافة بعيدة لكن نادر ما يمكن الحصول على هذا المشهد بسهولة على سبيل المثال جبال الألبس السويسرية المغطاة بالمنحضرات والوديان والمعارضة للانهيارات الأرضية والانهيارات الجليدية هي من بين أكثر الجبال خطورة في العالم ومع ذلك هناك بعض الناس شجعان بما فيه الكفاية لمحاولة قهر هذه الجبال فوق بحيرة تريفت قاموا ببناء جسر تريفت لمساعدة المزيد من الناس على الانتقال من جانب خطير إلى جانب آخر يبدو هذا الجسر المعلق وكانه سينهار معه بالرياح يقع الجسر على أكثر من 300 قدم فوق مياه البحر التي لا ترحم ويمتد طوله إلى 600 قدم تقريبا هناك الكثير من الخطوات المصممة بعناية التي قد تحفزك على عبور هذا الجسر أمل أن تعرف كيف تعبره بسلام الجسر الزجاجي الزنججياجي لطالما كانت هناك مخاطر على محب المغامرة والجسر الزجاجية تحظى بشعبية كبيرة بين السياح الذين يبحثون عن الإثارة يبدو أن الصين على وجه الخصوص لديها هاجس غريب نحو هذه الأعمال الهندسية المحفوفة بالمخاطر وهي موطن للعديد من أكثر الجسر الزجاجية جنونا في العالم مثل الجسر الزجاجي الزنججياجي لكن حتى لا يشعر المسافرون بالغرور شديد فقد استردم المهندسون صينيون تطورات المذهلة في التكنولوجيا لصالحهم لدرجة أنهم أشعوا جسرا بشاشات خاصة على الأرضيات مما يجعل الأرضية الزجاجية تبدو كانت تتشقق كلما وضع الشخص قدمه عليها وبعض ردود الفعل التي يشعر بها الناس مضحكة لكن بغض نظر عن ذلك فإن هذا الجسر آمن من ناحية الهيكلية إلا أن هذا لا يقلل من خطورتها جسر غاب الصين يبدو أن الصين لديها العديد من الجسر المتطرفة إنها موطن لأكبر الجسر على هذا الكوكب بالإضافة لأن جسر غاب ليس أقل شأنا من الجسر الأخرى يمكن لهذا الجسر أن يبرز بطريقة مجنونة تم إعداد هذا الجسر لاختبار عصاب أي شخص يدعي أنه شجاع بما يكفي للمشي عليها تم تعليق الجسر على ارتفاع أكثر من 440 قدم فوق غابة مطرات مليئة بالضباب يتكون الجسر من سلسلة من الالواحي الخشبية المفصولة عن بعضها البعض بحيث لا يمسوا منهم الآخر وبتالي خطوة واحدة خاطئة ستجد نفسك متاجه إلى الأسفل وبينما يحمي محيب الأدرينالين أنفسهم بواسطة الحبال فإن أحذيتهم وممتلكاتهم ليست كذلك وهذا يعني أنك إذا سقطت شيئا ما ذو أهمية فلن تحصل عليه مجددا جسر كيشواتشاكا يعرف هذا الجسر باسم آخر ألا وهو جسر حبل الإنكا تم بنوه هذا الجسر أولا من الحبال من قبل الإنكا قبل مئات السنين لعبور التضاريس الجبلية كانت الحبال مصنوعة من أقوى النباتات التي يمكن استخدامها لصن الحبل والتي كانت في ذلك الوقت أحدث التقنيات ومع ذلك على رغم من المحاولات التاريخية للحفاظ على الجسر فإن الحبل سهو المادة الأكثر ثباتا على مدار مئات السنين يمتد جسر الحبل المصنوع بشكل مرعب على مسافة 118 قدما وهو عبارة عن مجموعة كبيرة من الحبل ويصل ارتفاعه 220 قدما فوق نهر أبو ريماك في بيرو وبطريقة ما لا يزال سكان المحليون يستخدمون اليوم جسر الحبل القديم للعبور عبر المنطقة الضخمة ولحسن الحد حافظ سكان المحليون على التقاليد التي تساهم في جعل جسر الحبل جميل ومتين وكل عام يقومون بإصلاح أي عيوب في الجسر وبطبع يجذب هذا النوع من الجسر مجموعة من السياح المحبين للأدرينالين وكل عام معظم الباحثين عن الإثارة والمغامرة من كل بقاع العالم يذهبون إلى بيرو لتجربة عبور الجسر المصنوع يدويا جسر جبل تيتليس عادة ما تسمى الجسر المعلقة بهذا الاسم لأنه يتم بنائهم على ارتفاع مهول عن الأرض ولكن عندما يتعلق الأمر بجسر جبل تيتليس في جبال الألباس ويسرية فقد حصل على هذا الاسم بسبب تشويق الذي يسببه الجسر لأي شخص يجرؤ على عبورها يستخدم جسر جبل تيتليس لمساعدة المتزلجين على عبور المذيق في فصل شتاء الجسر معلق على ارتفاع 10 ألاف قدم فوق سطح البحر ويصل عرض حوالي جذو الشخص فقط بينما يصل طوله 320 قدما من يعبر هذا الجسر في فصل شتاء قد يحصل على دفعة من الأدرينالين في كل خطوة جسر آي بيتري يقع جسر آي بيتري المرتفع بين أسطح المنازل الحجرية بأوكرانيا وهو مذهل وخطير في نفس الوقت يربط جسر الممتد بين الوادي قيمة جبال القرم وهذا يعني أن المتسلقين يمكنهم الحصول على منظرين منفصلين غروب الشمس والمناظر الطبيعية في كل يوم ولكن بسبب الارتفاع يتأرض جسر المعلق لتأرجح المستمر تقريبا بسبب الرياح القوية وهذا يعني أن أي شخص شجع بما فيه الكفاية لمحاولة عبور هذا الجسر سيشعر بتأكيد أن جسر آي بيتري يتدحرج ذهابا وإيابا بشكل غير متوقع يصل ارتفاع جسر 4200 قدما وغالبا ما تتشكل الغيوم تحت قمم الجبال التي يربطها هذا الجسر وكذلك الضباب الكثيف جدا ولحسن حاضية مربط الزائرين بأدوات الحماية عند حواف الجسر ولكن ذلك لن يجعل أي خطوة خاطئة نقل رعبا في مقاطعة أنتريم البريطانية يعد جسر كاريك إيريدي من أكثر المناطق السياحية شعبية يربط أيرلاندا بجزيرة كاريك القريبة تم بناء جسر التنقل هذا بين الجزر في الأصل ليس من قبل المهندسين المدربين بل من قبل صياد الأسماك في البداية لم يكن أكثر من جسر الحبل المتذبذب إلا أن الباحثين عن الإثارة جعلوا منه وجهة رائعة لمشاهدة الجسر القديم المتهالك وأصبح عبوره بمثابة اختبار لشجاع لقد كان الجسر على رأس قائمة مناطق الجذب الأكثر تطرفا في إيرلندا الشمالية وعلى رغم من إضافة التعزيزات والعوارض الخشبية إلا أن الجسر لا يزال غير مستقر لكن مع ذلك يرى الباحثون عن الأدرينالين ذلك كميزة وفي كل عام يدفع ربع مليون شخص رسوم الدخول البالغة خمسة باوند لاختبار حظهم في عبور الجسر المحفوف بالمخاطر ثم يضطرون إلى السير عبره للعودة إلى المنزل لا أعرف عنك لكنني لن أدفع المال لعبور هذا الجسر مرة واحدة نهيك عن مرتين جسر روية الجورج يقع جسر روية الجورج في كانون سيتي بولاية كولورادو ويبدو كانون شيء من فيلم مخيف حيث يصطدم جسمه المعدن طويل بالمناظر الطبعية الجميلة المحيطة بها كان يتبر أعلى جسر في العالم حتى عام 2003 ويمتد على ارتفاع 1290 قدما متدليا بشكل غير مستقر فوق نهر أركينساس الساخب الذي يزيد ارتفاعه عن ألف قدم ويربط بين جانبي المذيق الضخم وقد تم تجديد الجسر عدة مرات حتى يتمكن من نقل سيارات أو الأشخاص أو حتى شاحنة بأمان دون جعلهم يصادمون بألواح الأرضية الخشابية والتيار المستمر لنهر أركينساس ادناها إذا وتيحت لك فرصة عبور هذا الجسر فلا تنظر إلى الأسفل جسر فيتام يبدو أن لدى روسيا نفس الشيء بالنسبة للمواقف الخطرة ويبدو أن جسر فيتام هو المكان المثلي لتصوير بعض المقاطع المحفوفة بالمخاطر يعبر هذا الجسر القديم المتهالك بحيرة فيتام في سيبريا وهي بحيرة تكون شديدة البرودة إلى درجة تجمد على مدار العام صدق أو لا تصدق كان الجسر في العاصل جسر سكة الحديد لكنني لا رأى أنه يدعم قطارا هذه الأيام وبشكل مثل لصدمة يكفي أنه قادر على دعم درجة نارية بطريقة أو بأخرى لكن مع هيكله المعدن القديم وقاعدة الألواح الخشبية المتعفين لا يبدو العمر سهلا كما أن طوله يصل 1870 قدما ومن الصعب تخيل أنه لم يتم تخلي عن لوح واحد على الجسر على مر سنين وبالتالي أصبح عذور الجسر في سيارة بنجاح علامة شرف مستحقة لمن يقوم بذلك ترجمة نانسي قنقر